بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما على خير الناس القدام والناس الجداد الناس اللي سيبغيوا الخير لهذه القناة تنقولهم شكرا والناس اللي سيكسبوا الوصفات تنقولهم شكرا إن شاء الله بحول الله وقوتي كما تتشوفوا كين تسبيح اللي غادي نخدموا به وغادي ناخدوا قراءة القرآن الناس اللي بغيين يجلبوا الخير والناس اللي عندهم اصداعوا المشاكين على باب الرزق كينين بعد النساء تنوا اصداع على باب الرزق إما الزوج ما سيعطيش المرأة ما سيعطيهاش المال وديما عندها خصامات وديما عندها مشاكين وديما أنها محتارة في الزوج ديالها علاش ما تيعطيهاش علاش ما تيعطيهاش الفلوس وخي يكون عنده يقدر يعطي لأي شخص معين ولكن هي تيبقى ما يعطيهاش الفلوس وديما ما يسمعاش كلامها وديما تتحس بالحقرة بأنها كين عنده الفلوس ولكن ما تتاخدش من عنده الفلوس إذن الوصفة ديالي اليوم رباني المئة في المئة ولكن ديما الوصفة ديالي تعتمد على قراءة القرآن والتسبيح لأنه جربتهم والحمد لله كان عندي خير وبركة في حياتي وكنت الحمد لله بدكر الله تحقوا لي بزال في البيبان إذن أنا من تجربتي أنا على صورة المزمل ثلاث مرات كل ليلة ثلاث مرات كل ليلة إن شاء الله نستمر عليها ثلاث مرات القراءة تكون القراءة في الليل نقرها على ماء والصباح إن شاء الله نعطيه لقاء الأبناء ديالي يشربوا ولكن القراءة ديال الصورة المزمن نقرها ثلاث مرات في الليل ونقرها نسبح مئة مرة ياسميع 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 مئة مرة وغادي نسبح باسم يا معطي يا معطي يا معطي يا معطي غادي نسبح بها مئة مرة ونفت على هذك الماء إذن بغيت أولادي يسمعه كلامي ويقرأه مزيان بغيت الزوج ديالي يكون يجابي معايا ويعطيني الفلوس ويكون سخي معايا ويعطيني المال وصفة ربانية المئة في المئة اللي غادي تديرها وفي نص الوقت هذا الدخلي طاقة نورانية مع الماء اللي الشرب وولادك يشربوا ماءة القرآن والزوج ديالك غادي تهدن وغادي يرتاح وغادي يبدأ بقاع الخصال الخيبة غادي يحيدوا منه غادي يبقى يسمع كلامك وغادي يسمع المرأة تكون معاهم زيانة ويعطيها الفلوس أما اسم السميع مئة مرة أن نقول الدعاء دياله بعد ما غادي نسبح ونفتلنا اللهم بغيت زوجي أبنائي يسمعوا كلامي اللهم بحقي اسم السميع أن يسمع يسمع كلامي زوجي فلان ولد فلانة بغيت زوجي فلان ولد فلانة يسمع كلامي ويعطيني الفلوس أو أي حاجة بغيتي غادي يقولها في الدعاء أما الأبناء إذا كانوا ما سيسمعوش الكلام يا سميع يا سميع بغيت أبناء يسمعوا كلامي ويدرسوه ويقرأوا زيان أما المعطي اسم يا معطي اسم العطاء يا ربي بحق اسم المعطي أو اسم يا معطي يا معطي يا معطي أنت تعطيني تعطيني مال من زوجي أو يعطيني زوجي المال أو أي حاجة بغيتي غادي تطلبها باسم يا معطي يا معطي يا سميع يا معطي يا معطي اعطيني سؤلي مع زوجي اعطيني مال او اعطيني او اسمع كلامي وانتي تتقولي اي حاجة بغيتي في الخاطر ديالك غاد يعطيها لك الله ولكن بالصونية شحال غالي ندوم على هاد الصيغة هاد الصيغة نقرها غالي ندوم عليها 21 يوم كل ليلة نقرأ صورة المزمل والتسبيح في كل ليلة غادي تهدن الاحوال غادي تزيان الوقت في البيت غادي تكوني مزيانة ويجابية مع الزوج ديالك وحياتك تحسن من الاحسن الى الاحسن اذا لا عجبتكم الوصفة خليولي دعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا ولكن حافظوا على المياه اللي غادي تشربوه ما يبقاش منها القليل في الكؤوس شربوه كامل والمراض ترد بالها ما تخويش في مجرى ديال الكوزينة باش انها تصون القرآن هذا هو الشروط ديال القراءة وفي نفس الوقت القراءة الوقت اللي تقريها تكوني على طهارة الوقت اللي تجيك الحي تحبسي تحبسي القراءة اذا مع السلامة والى وصفة اخرى ان شاء الله